موسيقى صباح الخير من أخبر الصباحة الجديدة لليوم الخميس 14 أب بين السياسيين والأساتذة تبقى حقوق الطلاب بالنجاح أو الرسوب بعلم الغيب جبال مدينة لا تعرف النوم وأيضا المتحف الوطني دخل عالم التكنولوجيا وإطلاق وقفة تضامنية للممثلين مع الجيش اللبناني أما ضيفتنا لليوم فهي الفنانة سارة بمراد لنحكي أكتر عن معرضة التشكيل الجديد البداية مثل العادة مع اتصالنا المباشر مع مصلحة الأرصاد الجوية ومعنا على الخط الأستاذ عيسام حلاوي صباح الخير أهلا صباح النور كيفك؟ الحمد لله كيف كنتم؟ الحمد لله هالجمعة مبلش الويك أند بكير كيف رح يكمل تأس اليوم وبكرة؟ على الخميس اليوم غائم جزئيا مع ضباب المرتفع في انخفاء بسيط بدرجات الحرارة كذلك نهار الجمعة قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب المرتفعات وانخفاء بسيط بدرجات الحرارة السبب غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب المرتفعات في ارتفاع بدرجات الحرارة الأحد قليل غيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة أما درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ليوم الخميس من 22 إلى 32 فوق الجبال من 20 إلى 29 الآز من 14 إلى 24 وفي الداخل من 17 إلى 34 درج الرياح السطحية جنوبية غربية سرعة طرار بين 10 إلى 30 كم بالساعة الرؤية جيدة على الساحل مفوسطة على المرتفعات لدينا رطولة النسبية على الساعة تراغ بين 60 إلى 75 حالة البحر ماتد الموج حرارة 25 درجة والضغط الجوة 758 ملي متر شكراً لطيب المتابعة نعم نتشكرك رحنا على كل هالمعلومات أستاذ عصام نتمنى لك نهار حلو جوال صباح الخير صباح الخير كيفك نيحة رح نعمل جولتنا على العنامين السياسية ونعرف أكتر شو عم بيصير على الساحة إذن اليوم الخميس 14 أب 2014 في النهار بالبداية مثل العادة وساطة الأسرى العسكريين في بداية التعقيدات التمديد بين الرفض المسيحي والمؤتمر التأسيسي انطلاق محاولات جديدة لتسوية ملف السلسلة معلومات عن زيارة باسيل لجدة مساء للاجتماع بالحريري ضمن أسرار الآلهة سئل الرئيس الحريري هل ستفرح بمجيء صبي بعد الفرحة بعودتك ويكون للبنان رئيس فأجاب من شو بتشكي البنت وبتصير رئيسه سمع نائب قوتي يقول إنه يرى مصير العماد عون في لبنان كمصير نوري المالكي في العراق يقول وزير إن أكثر من 50% من عدد اللاجئين السوريين في لبنان لا تنطبق عليهم صفة اللجوء سأل مرشح مستقل الرئاسة الأولى ما نفع أن يصل رئيس قوي إلى قصر بعبدة على حصان أبيض إن لم يكن لجامه في يده تتضارب المعلومات عن أعداد العسكريين الأسرة لدى تنظيمات سوريا وبختم صحيفة النهار مع مقالة بقلم السفير علي عواضة عسيري المقالة رح نشوفها منشورة بعدد من الصحف اليوم وهي بعنوان لبنان ستبقى في القلب في عنوين صحيفة السفير العسكريون الأسرة لا دولة تسأل ولا أرقام ولا أسماء بين إبداع المقاومة في الجنوب وفي غزة كسر الحصار بالحصار في الحرب الإسرائيلية التنسيق تحشد وتواصل الاتصالات اقتراح مصري لتأجيل البحث بشأن المطار والمرفأ مفاوضات القاهرة تمدد التهدئة خمسة أيام العباد يعزز موقفه والخيارات تضيق أمام المالكي استنفار دولي لتسليح إقليم كردستان من تابع جولتنا مع نوين صحيفة الحياة ائتلاف دولي لفك الحصار عن النازحين مئة مليون دولار من السعودية لمركز مكافحة الإرهاب والمالكي يخسر حلفائه قمة سعودية أردنية في جد اليوم اجتماع لوزراء خارجية الخليج ومؤشرات إلى قرب إنهاء الأزمة مع قطر مبعوث الأمم المتحدة يؤكد للحياة استحالته ويشدد على أن التوافق لا يفرض بالقوة البرلمان الليبي يطلب تدخلا دوليا لحماية المدنيين مقتل عشرة يمنيين بينهم ثلاثة جنود حكومة لبنان تتسلم شريطا مصورا للعسكريين الأسرى ومطالب المسلحين كيف تتمسك برفض مساعدات بوتين وأيضا في الحياة إلغاء المنطقة العازلة وتأجيل التفاوض لمدة شهر على المطار والميناء والأسرى والسلاح خطة إنقاذ غزة رفع تدرجي للحصار داعش يتمدد إلى حلب بعد خديعة وخيانة النصر تملأ الفراغ في إدلب والنظام يتقهقر في حما وختيما في الحياة مبارك يدافع عن نفسه بخطاب عاطفي بعنوين صحيفة المستقبل اليوم أهوجي للمستقبل عرسال في كنف الدولة والمفقودون عشرون الحريري تؤكد إقرار السلسلة في أول جلسة وبصعب ينصح التنصيق بالبقاء في القمة مئة مليون دولار من السعودية للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب ترتيب الأحجام في المنطقة يبدأ بعزل المالكي هموم عرسال في عيون نواب المستقبل غزة ستة قتل بينهم مصور إيطالي بانفجار صاروخ إسرائيلي وأيضا في المستقبل المالك يتشبث بالحكم والسستاني يدعو إلى رئيس وزراء له قبول وطني واسع مجلس الأمن يطالب العبادي بحكومة لا تقصي أحدا خمينئي لمحادثات مع واشنطن إلا في النووي بريطانيا وفرنسا توافقان على نقل معدات عسكرية إلى البشمركة وختيما أوباما ونتنياهو يبحثان وقف النار ودعوات إسرائيلية لقتل قادة حماس تمديد التهدئة في غزة خمسة أيام من المستقبل إلى عنوين صحيفة الأنوار قائد الجيش في عرسال ورئيس الحكومة يتسلم صورا لمحتجزين وبالصور الرئيسية على الشمال صفحة ليماد أهواجي عم يحكي للعسكريين باللبوي وعلى يمين الصفحة الصور الستة من الفيديو يلي نشر لعسكريين محتجزين بعنوين أخرى بري يؤكد معارضته التمديد لمجلس النواب تفجيرات في بغداد وداعش تستولي على خمسين ألف طن من القمح خامنئي ومجلس الأمن يؤيدان الرئيس الجديد للحكومة العراقية وبقلم المحلل السياسي مسيحي الشرق بين الدمان وواشنطن داعش تسيطر على قرى قرب الحدود التركية والجيش الحرية تحدث عن تقدم في درعا والقلمون البرلمان الليبي يدعو إلى تدخل دولي لحماية المدنيين تمديد الهدنة في غزة خمسة أيام وبالأخبار الاقتصادية كيف تسافر بطائرة خاصة مقابل 250 دولارا فقط وبختم مع قلم رفيء خوري صناعة الظروف القاهرة وتبرير التمديد للتقصير في عنوين صحيفة اللواء اطلاقوا مساعي استعادة العسكريين منورات وشروط صعبة الحريري في جد لإطلاق أليات التنفيذ والتمديد يفتح بازار المقايدات خامنئي ينزع الثقة عن المالكي وحزب الدعوة لتأييد العبادي جسر جوي أمريكي لإنقاذ الأيزيديين في سنجار وباريس تزود الأكراد بالأسلحة السعودية تدعم مكافحة الإرهاب بمئة مليون دولار الأمير متعب يشيد بجهازية قواته على حدود العراق تمديد التهديء خمسة أيام اتصال بين أوباما ونتانياهو وورقة مصرية للوفد الفلسطيني وختيما بقلم المحام محمد أمين الدعو الخير الذي دفق مع عودة واعدة ومفتن جديد من اللواء إلى عنوين صحيفة البلد سجناء رومي مقابل العسكريين وسلام يستنجد بتركيا وقطر هل بدأت الاتصالات بين القطريين وخاطفي العسكريين مارتن يترك العدالة الأمانة المحرجة في يد لبنانية الجفاف يهدد الأراضي الزراعية بقاعا السستان يدعو المالكي للتنحي مفاوضات القاهرة تمدد الهدنة والأزمة وختيما بالعنوين بالصورة الرئيسية الوقت يسابق الحلحلة ومن البلد إلى الصحف الأجنبية بترجمة العنوين الديلي ستار 8 أذار تتحد من أجل إحباط محاولة تمديد البرلمان بر يأخذ موقفا ضد تجديد ولاية المجلس التشريعي الذي لا يقوم بدوره أوباما يدرس خيارات إنقاذ اللاجئين في العراق داعش تسيطر على سلاح جديد القمح العراقي الفلسطينيون وإسرائيليين وإسرائيل يمددون الهدنة لخمسة أيام بلوريان لوجور وعنوينة يد من حديد بين المعلمين والدولة تحطم الكثير من الأحلام الرهائن العسكريون ملف أعزاز إلى الواجهة تحرك دولي لمساعدة النازحين العراقيين وبعيدا عن السياسة بتغطي لوريان لوجور حفلة جيمانوكيان العزف اللبناني يلي كان قلوه أمسي مبارح بمهرجانات بيبلوس الدولية جيمانوكيان يبهر بيبلوس بعنوين صحيفة الشرق الانتخابات الرئاسية منتصف أيلول والنيابية في تشرين الإرهابيون تقدموا بشروطهم وأهواج تفقد الوحدات في عرسال جعجا حظوظ الجمي الأقل من حظوظي وداعش كذبة كبرى بقلم عون الكعكد من رأي الشرق المالكي وغباء صدام وسطات على خطي التنسيق والمياومين داعش يتمدد في سوريا إلى حدود تركيا موسكو القاهرة تعززان التعاون التجاري والعسكري خامنئي يرحب بالعبادي والمالك يتمسك بالكرسي وختاما بالصورة الرئيسية السعودية لداعش من يقترب من حدودنا لن يجد خيرا وهي صورة لأيزيديين عم يهربوا من داعش بمخيم بجيلا كندالا عم يتهفتوا للحصول على قوارير للميه ومن الشرق إلى الشرق الأوسط أسبوع أمام الدوحة لتطبيق اتفاق الرياض وإنهاء خلافاتها الخليجية دول التعاون تثمن دعوة خادم الحرمين للتصدي للإرهاب مصادر للشرق الأوسط اللجنة سترفع تقريرها النهائي بعد أسبوع سواء نفذت قطر الاتفاق أم لا متعب بن عبدالله للشرق الأوسط دعاة الجهاد يغررون بالشباب ويبقون أبنائهم وزير الحرس الوطني يؤكد على وجوب أن يكون المواطن سدا منيعا في وجه التنظيمات المشبوهة المالك يصعد وسنة العراق صحح أخطاء الماضي البغداد يفر إلى سوريا مع بدء التسليح المباشر للأكراد مبارك في المحكمة لم أجز قتل المتظاهرين أصدر قرارا بحل الميليشيات المسلحة البرلمان الليبي يطلب تدخلا دوليا لحماية الدولة هدنة جديدة في غزة خمسة أيام وختاما ثلثها في السعودية ومودع بشركات عائلية أو حسابات بنكية أو مجمدة في العقارات 300 مليار دولار أموالا نسائية في الخليج منتابع جولتنا مع عنوين صحيفة الأخبار يلي بتتفي بعنوين وحيد اليوم في حضرة السيد وبنتقل من صحيفة الأخبار إلى عنوين صحيفة الجمهورية ومعا منختم جولتنا على العنوين السياسية إجماع دولي إقليمي على الاستقرار بالعنوين الرئيسي عودة الحريري الأمن ثم الرئاسة أزمة المياومين تكشف فضائح في الكهرباء السيستان يؤكد تخليه عن المالكي وبالأخبار الرياضية دورتموند يطيح باين في أول اختبار رسمي وبالصورة الرئيسية 8000 نازح عراقي إلى لبنان وهيك نكون وصلنا إلى ختام جولتنا على العنوين السياسية بالصحف لحنا نتوقف مع أول فاصل إعلانة عناوين ثقافية ومحلية منوعة مع جوال بعد البريك اشتركوا في القناة